ساعته لهفة عيون مليارديرات العالم وفرحه هيحكي عليه التاريخ للأجيال اللي جاية عريس القرن ده اللي هتسمعوا حكايته معايا بالذات بعد الفرح الأسطوري اللي بدأ وهيعد خمس شهور لقدام يا ترى ايه حكاية الفرح الضخمة ده وايه هي النوع الساعة وازاي مارك قرر يشتري نسخة منها بالرغم ان عمره ما لبس ساعة في حياته واللي دي اسرار وكواليس وراء الفرح اللي لفت انظار العالم كله هحكي لكم الحكاية في الفيديو ده بس تابعوني للآخر ده فرح ابن اغنى رجل في اسيا وساعة العريس عملت زهول عند مارك زوجربرج ومراته مارك ماسك في ايد العريس وهو بيتفرج على الساعة اللي سعرها مليون دولار امريكي فرح الملياردير ريتشارد حضره اثرياء العالم وده يبقى اغنى رجل في الهند واسمه موكيش انباني وقدر يخلي وسال الاعلام العالمية اكتب عن الزفاف والموقف اللي حصل مع مارك الفرح استمر تلاتيان واثرياء العالم حضروا من كل مكان واشهرهم طبعا مارك زوجربرج ومراته بريسالا تشان وهم كانوا معجبين جدا بساعة موكيش انباني واللي سعرها غالي جدا وصل لمليون دولار والحفل الفخم قبل الزفاف وصفته ابانكا ترامب بانه ساحر جدا مارك ومراته كانوا مزهولين من الساعة اللي في ايد ابن الملياردير الهندي واللي عنده 28 سنة الساعة اسمه ريتشارد ميل الفاخرة كمان مارك مقدرش يمسك نفسه وحاول انه يخبي اعجابه بالساعة وده لان حفل الزفاف فيه ناس مهمين جدا ومن اثرياء العالم لكن في الاخر عبر مارك ومراته عن اعجابهم الشديد بالساعة وده علشان الساعة فعلا مميزة وندرة من نوعها كمان تصميمها عجيب واول مرة يشوفها مارك ومراته في حياتهم هي مرصعة بالذهب والالماس الخالص واللي بيبرق مع ضوء الشمس او حتى بالليل وبدل عقارب الساعة في حوض ميا جواه سمك عايش وبيتقلب عادي جدا وده بالتحديد اللي ابهر المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك قال لريتشارد انت عارف انه عملي ما فكرت اني قلب الساعة تقيد في حياتي لكن بعد لما شفت ساعتك حابب اقولك اني شكلي هغير رأيي الساعة فعلا جميلة اما عن مراته فقالت لمارك شكلك عايز تشتري واحدة شبه دي وده لانها اعجابت بيها برضو وبخصوص المعزين في الحفل كان فيه مشاهير الفن وكمان اهم السياسيين في العالم واللي وصل عددهم حوالي 1200 شخص منهم بيل جيتس ومارك زوكربيرج وساندر بيتشاي ويفانكا ترامب ده بالاضافة لعدد كبير من رجال الاعمال الهنود الاثرياء واللي منهم جوتام اداني ومشاهير بوليوت زي شاروخان وبادوكون والغريب ان الفرح هيستمر خمس شهور من التسلية والمرح والعريس انانت وخطب توراديكا مش مستعجلين على الجواز قوي الفرح بدأ من دلوقتي والليلة الكبيرة هتكون يوم 12 يوليو الفرح متكلف مبالغ كبيرة وصلت لمية 52 مليون دولار وده الطبيعي يحصل في فرح رجل ملياردير هندي كمان في ناس بتقول ان سعر عقد تقديم الاكل اللي هتقدمه مجموعة فنادق خمس نجوم وصل حوالي 25 مليون دولار وفي يوم الاربع اطلق انباني وليمة لمدة 3 ايام لاكتر من 51 الف شخص في بلدة ري لاينز في جام ناجار واللي ساعدهم في كده الفروة الخيالية اللي بيمتلكوها في قطاعات كتير زي النفط والاتصالات والنسيج وده اللي خلى مجلة فوربس لاغنياء العالم بصنفهم في المرتبة العشرة بفروة وصلت حوالي 117 مليار دولار